اشتركوا في القناة 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 أنا أتكلم عن الفريج النادي يمكن أنا الوحيد اللي أقدمت على دخول النادي يعني من إخواني أول واحد لأن أنا ده الشيء جربت بكاظمة بعدين رحت للغادسية صحيح وانتهت بالسالمية يعني كانت بدايتي بالسالمية لكن تجربتي صارت بالسالمية خلاص اللي بديت الخطوة مرت النادي يعني استمراري في الكرة والحمد لله من دشيت النادي البيت قريب عند النادي أخواني دشع وراي أخوي يوسف دشع وياي سالم هذين كانوا بالبراعم عمي براك كان وياي بالتحت 17 أنا غيرك أنت وعمل العزيز أعرف سالم سالم لأنه كان شفناه طبعاً هو مرحلة أكبر من عندنا بس شفناه لأنه سالم كمل يعني مثلاً يوسف أخوي كان في البراعم بعد البراعم تحت 15 بعد 15 راح ألعب قوة جري ومشي واستمر باللعاب القوة فسالم كمل سالم أعتقد ليه فريق 17 سالم كمل لفريق الأول فريق الأول لعب وياي في الفريق الأول وكانوا إياه في الأولمبي المنتخب الأولمبي كانوا بالمراحل السنية أيضاً بالمنتخبات لعب وسطه شمال شمال نعم سالم شمال والمرحلة الأولى كانت في تسريات برشلونة كانوا إياه في الأولمبي لكن المرحلة الثانية لما كانوا إياه ولعب وياي لغاية تقريباً 94 95 كان مميز معاك سالم كان شمال سالم يلعب هو سالم يختلف عندك أي هو يحب يلعب بطرف ما عنده مشكلة عنده أمكانيات أكثر لكن أنا أحب ألعب بالصندوق مع أن أنا ترى بمجاري لعبت في بداية مشواري بالفريق الأول لعبت نص جمال سنة ونص لعبت نص جمال لكن الحمد لله بعدين رديت المكاني الطبيعي استمرت يعني في هذا بالنسبة هذا حق الأخوان والعمام عمي براك تعرفت شون؟ الله يحفظهم أبو عبد العزيز أبي بدايتك بالفريق الأول تذكرها متى؟ من المدرب اللي وصف فيك قال هذا صعدوه؟ أنا صعدت الفريق الأول عن طريق الكابتن هارمسترونك سنة 87 والكابتن صال العصفور هم اللي صعدوني من تحت 18 قالوا هذا ما يقعد تحت 18 نبي يصعد ويانا الفريق الأول أنه يلعب تحت 20 الفريق الأول صح كنت راد من منتخب الشباب وكان في معسكر سكندرية 87 فأطلبوا أني أكونوا إياهم ما قدرت أروح كان عندي اختبارات وغيرا أيه الدراسة أكيد فأرديت فأرد الفريق في أول مباراة الدوري كانت ضد اليرموك أعتقد خذوني وياهم الفريق الأول طبعاً ما لعبت أول شوط بين الشوطين قال المدرب قم سخ ولعبت اختارني المدرب بالمسترون قلني ألعب كلاعب بوسط شمال كون صغير كبداية نشيط 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 المدرب دائماً يعني ما لعبني في مركزي كان وقته جاي من النادي العربي حميد عرب واسماعيل خليل من النادي الساحل كانوا جايبينهم عساس أنهم يلعبون راس حربة يعني مهاجمين فالمدرب استغلني أن ألعب أنا نصف شمال الحمد لله لعبت من أول شوط طبعاً شوط الأول ما لعبت لعبت شوط الثاني استمرأت والله الحمد دخلت الأجواء بسرعة بسرعة قدمت مستويات زينة اللهم لك الحمد واستمرأت يمكن سنة ونصف تقريباً في هذا المركز لماذا لعبني كنت صالح أصو ردني لأمكاني قبل الغزو ردك ولا بعد الغزو لا لا قبل الغزو يعني تتكلم تسعة وثمانين يعني سبعة وثمانين ثماني ثمانين لعبت نصف شمال نصف شمال ثماني ثمانين لعبت راس حربة يعني سبعة وثمانين تقريباً وأول ثماني ثمانين لما جاء دوري المشترك ذاك الوقت كان فيه دوري المشترك صحيح لما جاء دوري المشترك لعب المنتخب ما كانوا موجودين لعبني الكبتل صالح راس حربة لعبنا ضد مبارد ضد الكويت بعد ما ردوا المنتخب من كاس آسيا 88 قال المدرب باخذ لعبين سبحان الله كنت لعبيني راس حربة شافني المدرب قال نضم على المروي ومجموعة 4-5 احنا ضمونا المنتخب ورديت خلاص تثبت كراس حربة والله الحمد أبو عبد العزيز أبي تذكر لي مرحلة الانجازات من هذه الصالبية معاك متى بدت مرحلة الانجازات مع علي مروي طبعا المراحل السنية كلها انجازاتك لا أبي الفريق الأول أبي بدايتك انت الحين ده شيت فريق الأول 87-88 بس كنادي كنادي ومجموعة انجازاتك كانت مستمرة من المراحل السنية يمكن بطولة واحدة ما راحت منه تحت سبت تعجع واسم عشان نعطيهم حقهم بو عبد العيش رايك نبي تذكر اللي يطري عليك اللي يحضر للك الاسم ربعك اللي كانوا معاك مراحل السنية مرحلة السنية ما شاء الله كلهم اذكرهم ايه والله اذكرهم الله يرحمه عشان بشارة كان حارسنا حسين الدوخي كان حارسنا كابتن حسين أحمد حسين أحمد كمّل معاك كمّل مياي اللي يكتب اللي يكمّل أول قول اللي يطري بالبالك حقهم ان الناس تسمع سنو يعني حسين النغيمش حسين الدونسري سليمان السيد كندري مبارك بشير عبدالله جاهر علي عبد المجيد صقر عيد عبدالله الشطي ناصر المطيري طلال العنزي عادل يوسف علي فلاح قلت لك عمي براك خالد الخضري حسين الخضري كان ينظم لنا يعني عرفت موهيان على طول لأن عمره كان أصغر بس انظم لنا بعد منه عندنا شاء ما أنسى بس لا ذكرت مجموعة طيبة بس عادل برايشي نحكت عليه يعني كان أعلى مني أخوه وليد عادل اي وليد كانوا يامر أحسينية بس قبل بسنة فهد السيد وليد الله يرحمه وليد العصفور مجموعة حسين الشطي فتح الفوديري علي بشير ما شاء الله مجموعة طيبة ايه والله يعني حسين 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 دشتي عبدالله عبدالله دشتي بعد أحمد أشكراني هذا كان أي فريق ثمانتعش ولا ستعشر يعني هذا أنا خذيت لك أوشين خمستعش وانت صاعد وصعدتوا إياك عرفت ايه وبعد منه عندنا منه عندنا أنا خافة المشكلة ما بينسى الأساسيين خاصة يعني عرفت ايه أحمد الفضل كان خلوش لعب يعني من وبعد من وبعد وايد لعبين كانوا زينين صراحة بس الحين تحاليا ذكرت اللي يحضر وإن شاء الله يسام حندا اللي ما ذكرناه ايه لا يعني أنا قاعد حاول أتذكر يعني بس هذه غلبهم مجموعة مجموعة طيبة وحلو وفي منهم لاعبين كملوا معاقب الفريق الأول حتى منتخب ايه الفريق الأول طبعا عيسى فلاح كان أقضي أكبر مننا يعني أنا الحمد لله يعني شاركت مع ربع اللي وياي من 15 وصعدت مع 17 ولما صعدت 17 قمت لعب مع العشرين عرفت تلعب مع الأكبر من يعني لما صرت سبعتاش لعبنا بعدين رلعبنا 18 يعني هذا قاعد سنة وبعدين سنة ثانية المفروض قاعد سنة ثالثة السنة الثالثة اللي صعدوني الوحيد اللي صعدوني من الفريق يعني شلون تصعدون على المروي من العناصر الأساسية كنت بالفريق الأول يعني تحت 18 وقبل هم أخذين دوري ونبي ناخذ الدوري يعني السنة اللي بعدها صحيح سنة الثالثة فضل أني أصعد طبعا الغانون الغديم عشان بس المشاهدين يعرفون ذاك الوقت أنت مضطر يصعدونك إذا بيلعبونك فريق أول لازم يصعدونك تحت 20 عشرين عشان عشان تلعب مرحلتين يستفيدونك مرحلتين فهذا اللي حصل معك نعم الحمد لله أبو عبد العزي حنية حق مرحلة الإنجازات الفريق الأول بدت متى معك فريق الأول 93 هذا أول إنجاز لك مع الفريق الأول نعم 93 كاس الأمير حققنا الحمد لله كاس الأمير وصلنا للنهائي يعني وصلنا للنهائي ما كان سهل لأننا لعبنا دور ثمانية مع القادسية وبعدها لعبنا قبل النهائي لعبنا مع التضامن تضامن تضامن كان سنة 90 ما هل يأخذ الكاس مرحلة التسعينات ترى ليه بداية الألفين كان فريق صعب أكون صريح وياك التضامن السنة هذه كان سنة 90 المفروض يأخذونهم الكاس لكن والله الحمد نحن في هذه المبارات اللي لعبناها رغم أنهم تقدموا علينا بهدف لكن قدرنا أنه التعادل سجلت على التعادل وسجلت الفوز وعقبها جاس المويدي في نهاية المبارات سجلت ثالث يعني خذينا المبارات من فم الأسد مثل ما يقولون لأنه كان وقتها نادي التضامن يضم لعبين مميزين جدا يعني حتى في المبارات بغل تروح من المبارات لكن الحمد لله لاعبين مهاريين أغلبهم طبعا فهد كميل عبد الله وبرار السوحي الله يغفر ميسر السوحي بشير جمال ورن بار أي يعني عيال صلبوخ أي يعني عيال مرزوق عمد وبرارك وكلهم فالحمد لله قدرنا نحن يعني نحقق الفوز عليهم صعدنا النهائي النهائي لعبنا أمام يرموك والله الحمد نفزنا في النهائي أعتقد خمسة خمسة صفر على أبو فيصل حبيبنا في المبارات حبيب كل أبو فيصل حبيبنا توصينا في المبارات توصيته في عدل والحمد لله يعني كان أبو يوسف تبقى الصلاحة يعني ظلما نطلعنا من القاتسية والتضامن ونحن نهائي مكسورا باليرموك لكن فريغنا كان فريق بطولة لا يخل بطولة دعو الحمد لله خذينا البطولة بعدها شنو عندك بعد إنجازات مع السالمية إنجازاتي 94-95 خذينا الدوري و 87-97-98 خذينا الدوري ما شاء الله 99 خذينا الدوري 2000-2001 خذينا الدوري ولي الأهد و كاس الأمير وفي مبارات وخذينا كاس الخرافي 99 وفي مبارات لازم أقولها اللي هي اللي هي ناي كاس والعهد 97 87-97 97-97 قاتسية فازوا 4-3 وانت مقوّل هاترك أي هذه المبارات مهم عالم شايمي أي هذه المبارات هذه الصراحة كان فيها أكشن ترى أي أكشن كبير أمبرات فيها ندية وكانت ممتعة بصراحة كنت أتمنى كنت أسجل الرابع بعيد أي والله لأن شو بعيد شاري شوف سجلت ثلاثة والقاتسية مسجلت ثلاثة بس كان ناقصها هدف الفوز كاف عزاتها وطبغ الهدف الذهبي هدف الذهبي يوم صار الإضافة كنت أتمنى أن يسجل الهدف الذهبي ليش عشان تكمل الفرحة يعني رغم أنه يعني الفوز حق السالمية لكن تسجل على قاتسية من جاز شخصي أي أربع هداف ونهائي تأخذ الكاز طائبي أنا سجل ثلاثة كأني ما أخذ البطولة أكيد أكيد يعني على نادي كبير مثل القاتسية المبارات دائما صراحة ضد الغادسية ضد العربي يعني كانت ممتعة الصراحة يعني الجماهير كانت تخليها يعني مبارات مميزة الحمد لله قدرنا يعني هذه من البطولات المشهرية اللي الواحد تحسف عليها يعني صراحة يعني بطولة كانت ممكن أنك تأخذها تروح منك حسين الخضري قول قول غريب عليكم قول قول لكم عليكم قول والله العظيم ترى لآخر فترة ما كنت شايف القول بعدين شفت القول ما لا تفسير صير مع مرات صدق لو حسين الخضري حبيبنا دكتور لو أنه مهاجم ما يحط القول ما تنحط يعني شيء طريقة حطها كأنه مهاجم شنو قال لكم صالفته معاه بعدها فترة ولو على ضحك شنو قال لكم وعبد العزيز شنو كان شنو كان بباله هل ترده هل فكر تفكيرين مع بعض يمكن يعني تعرف اللي ضيع ما تدريه بشي لبرة بعدين قال طلح بره تصير فسبحان الله غدره وراح بعد راحت بالزاوية اللي الهجوم ما يزجل يا حلو حسين الخضر الأمانة وإن شاء الله رحت أعيدني حسين الخضر يعتقد أي مدرب يتمناه يكون بالفريق الأمانة كبير يعني حسين من المميزات أنه لاعب يلعب بروح عالية صحيح وصاحب نفس ما شاء الله وجوكر يعجمني فيه جوكر وإنت به يلعب يلعب يؤدي مو بس مجرد يسدل يؤدي لا 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 لاعب كبير حسين الخضر صحيح باي حق مرحلة فيها جدل ترى حصل وايد ببو عبد العزيز ذاك الوقت اللي هي تواجدك بخط المقدمة أنت بشار عبد الله وجاسم الهويدي في كثير قال والمدرب بما معنى يعني ما يقدر عليهم فغصب راح يلعبون الثلاثة ولو على حساب الشكل التنظيمي للفريق لأن تدري تواجد علي مروي بنجوم ميته وجاسم الهويدي بنجوم ميته وبشار عبد الله بنجوم ميته كأن يصير في تداخل ببو عبد العزيز بلادوان شو تقول عن المرحلة شوف فترة هذه لا شك أنه جاسم وبشار من اللاعبين المميزين يعني زاملتهم شاركتوا إياهم بالنادي والمنتخب لكن سبحان الله كل مدرب يتمنى يكون عنده الثلاثة هذا لكن مرات يتفاجأ المدرب أنه ممكن يفضل اللاعب على لاعب في مباريات يفضلهم علي وفي مباريات فضلني عليهم اثنينهم وفي مباريات فضلني على واحد منهم يعني يا جاسم يا بشار وفي مباريات ثلاثتكم وفي مباريات لعبنا ثلاثتنا يعني وهذه رؤية مدرب وفكر مدرب يعني شوف أنا وقتها يمكن كنت مستبعد من المنتخ كان عندنا مدرب تتكلم عن مرحلة ماتشاللا استبعدني ماتشاللا بس أنا أتكلم على النادي رحلية النادي كان مدرب بفرنيك حلو بفرنيك كان يعرفني لأني أنا لعبت من نادي الأهل السعودي هو كان يدرب نادي القادسية السعودي فلما جاء النادي قال أنا والله ما أعرفكم بس أعرف علي لأني لعب الدوري السعودي عرفت هني راحوا المنتخب بشار وجاسم شباب طلعنا معسكر وين البحرين لعبنا بطولة هناك ثلاثية أو ربعية كانت قعدت ويا مدرب قلت لكابتن تعرفني أنا لعب تقوم مستبعد بمنتخب نظرتك شنو يعني هل أن أنت راح تعتمد على جاسم وبشار يعني قال لا قال لي أنا أنا عندي الأفضلية اللي قدم لي حلو قال لي أنت بالعكس يعني بإمكانك أنك تشد حيالك تلعب بالنادي ومنتخب يعني لعبت بياب البطولة في البحرين الحمد لله خذيت هدا بالبطولة ردين الكويت ما ردوا اللعب المنتخب طبعا يعطيهم حقهم كان في رؤية للمدر أن عاد الأفضلية للي يلعب يعني والله اليوم بلعب ويا القادسية لعبهم ثلاثتهم اليوم بلعب ويا النصر جاسم بشار يمكن ما راح لعبهم في مرة في المرات لعبت هنا وعزيز حمادة وجاسم بشار كانوا احتياط بنفس المرحلة هذه بنفس الفترة السنة هذه يعني ما حدي قبل بشاري أنا لعب المنتخب فهمني صعب النكال لكن تبقى رؤية منر عرفت لكن والله لحمد قولك يا بكل صراح أنا الموسم هذا خذيت فيه هداف الدوري وهداف العرب هذا الموسم هذا الموسم اللي خذيت فيه هداف اللي معاك بشار وجاسم بشار وجاسم لكن واللي كان مستبعين فيك من المنتخب رديت المنتخب لكن أنا بدون جاسم وبشار ما كنت أقدر أصر الهداف الدوري تكاملهم بعض يعني إحنا ثنظتنا لعبي بس أنا قولك سنو ظروف المباريات المدرب و ро على ظروف المباريات يابي يأخذ دوري وانا كنت وقتها مقدم زين يعني صراحة اقولك اياها فا استمروا اياي المدرب يعني يعني كان نحط اين علي وهم جاسم بشار كان هو اياي يعني اذكروا حتى لعبة الغادسية صارت فيها توجه وصور في مرة الغادسية تذكرها قبل مرات في يوم الجرائن اشتغلت يمحطوا صورنا على الحوت ثلاث حيتان صحيح انا وجاسم ومشار صحيح اذكرها فصج يعني هذه ادوات مدرب يستقلها باي مبارات عرفت ممكن ان انا يلعب جاسم وبشار ومره لعبني انا تحت جاسم وبشار ومره لعب بشار تحت انا وجاسم فمثل ما قلت لك يعني هذه رؤية مدرب شنو اللي يشوفها قدمة يعني صحيح للفريق يعني والحمد لله خذينا دوري وقلت لك خذيت وقته هداف الدوري يعني ما تصور حتى لما وصل ان انا قعد انافس على هداف العرب جاسم بشار من الناس اللي ساعدون ان يصير هداف العرب يعني قام يفضلون يعني نفسهم وهذا مغرب عليهم يعني كباتن كبار ونجوم وهم اخواني بنفس يعني اخواني بالنادي جي لكم بالجيل جي لكم بالجيل ابو عبد العزيز نيحك صور وتعليق ابيك تعلق على صور احطها لك الشيخ خالد اليوسف الله يغفر الله يرحمه بصباح شخصية نادرة عميد رؤسال اندية اداري محنك صحيح اخ كبير والد كبير يعني صج مشاريع بصباح قدم انه كل شيء والله يعني سواء حق الفريق او حق اشخاص احنا انا جاسم بشار صالح بريتي اه الى عبد الرضا نواف المرطة يعني خصوصا اللي احترفه ببرا ايه يعني يعني تصور انا لما رحت طلعت 95 كنا نافس على الدوري يعني منو يستغني مثلا اخالف يعني هداف الفريق صحيح صحيح وكنت الحمدلله كنت من ملاعب الميزين صعب يطلعك ايه صعب يطلعك اخليك تروح وانا قاعدة نافس شي اسمه في الدوري ممكن يروح مني الدوري صحيح لكن بصباح اه يعني قدمنا الكثير و و كثير ما نتكلم عنه بصباح ما نقدر نوفي حق يعني يعني اه بصباح هو الأب الروحي للنادي يعني اداريا اخ عزيز يعني دايما يعني يروح حويانا في الملعب بالتمارين في المعسكرات لما نطلع يكون ويانا شخصية مميزة اه ابو عبد العزيز ما قاطعك لا شغلة تختلف عن الروسالندية و انا اتكلم عن نفسي ملحقت عليها يقعد تحت صوب الكورنا ايه اذكرها ايه ايه ترى دايما مميزة ايه يعني شوف انا اقولك علاقتي في ابو صباح الله يرحمه اسكدها الجنة علاقة يعني اخ كبير ووالد و عشت ايامي كلها مع ابو صباح حتى لما بغيت اديش الادارة هم استشارته قلت ابو صباح انا باديش ادارة السالمية او شذي انا اعرفت رغم انه كانت الفترة يعني كنت في نهاية مشواري وهو اللي تق علي الفين وسبعة قال لي تبدش مجلس ادارة لان انا ما كنت مسجل انا طلعت يمكن من النادي الفين واثنين ما سجلت جمعية عمومية عمومية ايه رفت سجلت يمكن عقوب انا ما سجلت يمكن الى الفين وعشرة ايه في الجمعية العمومية حق النادي اه سبحان الله لان انا شنو كنت افكر ان يكون اه عظو ام يا في النادي ايا في عظو في اتحاد الغدن ايه باتنا كنت انا كنت عطعيني على اتحاد الغدن انا الصراحة اقولك ياه ان يكون اعظو في اتحاد الغدن ايه لكن ما سجلت أول شيء كان طموحي يصير في النادي وأقول لك دقي علي أقول لك 2007 كنت محلل في أحد القنوات الخارجية في كاس الخليج فطلب مني أني تواجد والتسجيل يسكر فاجي لها يومين قلت له والله تسمح لي أبو صباح أني أنا ما أدخلها أرد لكويت عشان أسجل لكن إن شاء الله خيرة مرة ثانية سبحان الله أمام الله قسم أني أسجل في الجميع العمومية لكن الحمد لله أقول لك شخص ما يتعوض بابو عبدالعزيز ما يتعوض من الرؤساء الأندية المميزين يعني مو تقول والله رئيس نادي أين كان لا مؤثر صاحب شخصية مميزة من القيادين وعميد كان عميد الرؤساء الأندية وصراحة يعني إذا بأميز قبل يعني أول ما طلعت في النادتي شخصية الشيخ الشهيد فهد الأحمد الله يرحمه شيخ خالد اليوسف ما يتعوضون شخصيتين كانوا مميزين أبد المحسن الفارس الله يرحمه ويغفر لهم أحمد الفهد صراحة لي أنا عاشرتهم يعني كانوا أساء يعني أندية واتحاد رفض كانوا لهم تأثير في مسيرة الرياضية مسيرة الرياضية كانهم يعني زامتوا أسواء أندية أو رأساء أعتقد أن أذي الأشخاص اللي كنت يعني لهم يعني معزة خاصة وكانوا قدوة بالنسبة لي الله يرحمه شيخ خالد يعني الله يرحمه يغفر مهما تكلم عنه يقولك ما رح نوفي حقه صراحة بصباح يعني من الناس الميزين لهم فضل عليه صراحة نية حق المرعب جاسم يعقوب الله يرحمه الصح والعافية وحمود الله يشافي وعافي عشق الطفولة مثل أعلى يعني تعلمنا منها كل شيء يعني طالع أهداف يعني مسيرة الرياضية قدوة حسنة تعلمنا محمود يعني كافنيانا كنت ألبس فنيلته يعني عشق في المراحل السنية كنت ألبست بالنادي تسعة والمتخب تسعة وصلت الفريق الأول بالنادي ما حصل للشرف أني ألبست تسعة لكن كبداية كبداية بس خذيت بعدين رغم تسعة يعني راح أخذ رغم تسعة بس متى مادري المتخب بديت في سبعة لأن أبو جاسم كبت الصلاح حساوي كان يلبس تسعة بس وخرب كبت الصلاح الحساوي على طول تسعة عندي ولا حد ينافسني عليه عرفت عرفين يعني يعني الحمد لله من استلمت الفنيلة استمرت على الرقم يعني الحلم تحقق أبو يوسف يعني أنت قبل شنو عشق قال عجاسم يعقوب أخر شيء تلبس وليلت أنت ومثلك الأعلى صحيح تلبس وليلت لو فوق هذا يصير هو مديرك ويشرف عليك فترة بالمنتخب ويدعمك سواء محمود ما قصر حتى في يعني حتى لقاءات شخصية متواضعة كان يدعم يعني يمدح فيني ودائما يشجع يعني الحمد لله يعني كذا لقاء كان يذكر اسمي يعني أنا من الناس اللي يشوفني يشوفني فيه يعني أشك أنه فيه لعبين طلعوا وبعد صلاح حساوي بشار مثلا بدل مطوع يعني وانت استحق والله بس أنا شنو كنت لما كنت آخذ أقولك ياه بصراح شنو كان يتميز بيه جاسم كنت أحاول أنا أتميز يعني رغم أني قصير بس أتميز أعرفت أتعلى يعني كنت أحس أنه يعني لازم أكون متميز يعني أعرفت والحمد لله كنت ألعب من شمال نفس بحمود يعني كنت أحاول خلده كنت أسمع شنو كان يتكلم لما كان يقول أنا فيه مدرب مدربين ما يخلاني أشوت شمال على طول أنا كنت أسوي نفسه وحمد المرعب يعني سطورة سطورة الخليج ما يحتاج ما يحتاج والله بدون منازع ولا يتكذب جاسم يعقوب المرعب واستغن السراحة إذا قالوا لي مرات كانوا يعني وكتي أقول يعني المرعب الصغير هذا صحيح كله نتمنى أحد يقوله عنه صحيح كانوا يسموني مرعب الصغير صحيح فكنت يعني سعيد يعني في المسمى رغم أن قال حقه أحد ثاني يعقوب وهذا لكن يبقى البداية عندك يبقى لما يقول عنك جاسم يعقوب وكذي أنت حققت المعنويات بالسماء حققت منيتك يعني الحمد لله إي والله نية حق خوب فوز الحساوي معزوز الحبيب هذا صديق الطفولة شوف هذا عشق الغادسية يعني فوز أخ عزيز ومن عمر حتى من قبل هذا الشنادي أنا صديق وياه كنا روحان وياه بريات الغادسية كان يمرني البيت وياه كبير رأي بريات الغادسية وكنا نحب نشجع الغادسية وده الشيء للنادي الغادسية هو لعب فترة وأنا لعب فترة يعني أنا أنا ما طوّل يومين ثلاثة ما الله أطلق شونه من لاحب نزل معنا لما كان عظمي إزدارة وطبع عظمي إزدارة بس كان صغير لما كان معنا شويت 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 يتميز شلولة شلولة نبيك كنت أعطينا هالتفاصيل شي ما حد يدري عنها ترى فواز لعبت وياه من كنت كنا تنافس قبل لدي شلنادي طبعا ألعب وياه منافس أنا وياه عرفت هو فريق وأنا فريق وهذا نزين ونت نفس بس ملعب صغير يعني ملعب حق ثلاثة أربعة ضد أربعة ثلاثة يعني اللعب كلها تشويت أي يعني ملعب وهو شويت زين وما شاء الله عليه كنا نترافس أنا وياه أقول لك من وقتها كان وقتها ثلاثة ثمانين تقريبا ثلاثة ثمانين أي ثلاثة ثمانين سنة ثلاثة ثمانين كنا نطلع ونروح بريات أقول لك بريات غادسية لأنه هو محب الغادسية وأنا وقتها كنت محب الغادسية أنت كنت على طريف لا محب الغادسية لا أقصد على طريف إنه بالنادي وفروض سبحان الله الظروف الظروف شوية ترى هذه رؤية مدرب يعني مدرب شوف أنا هذه يمكن أقول لها نصيحة حق المدربين أول شيء خلي اللعب هو اللي يختار مركزة شوفه بمركزة خليه يلعب مركزة وإذا أجاد أجاد ولا مو فرصة واحدة خليه أصبر عليك مو من الأول مرة تصدم اللاعب أصبر عليك خليه يلعب 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 وبعدين نحدد مصيرة مثل ما يقولون أنا لو قطين يمكن يجوم لعبني مدرب يجوم حتى بكاظمة ترى أنا أول شيء رح تكاظمة هم لعبت باكشمان لعبوني باكشمان وأنا ما بيالعبدي أنا من عمري خصوصا ترى ما يكون لعب خصوصا فترة اللي يكون صغير أنا أبي هجوم أبي أقوّل أبي كذا تقول لا ألعب دفاع يندقر اللاعب صغير هذي أقول لك ليش لأنك هذه نصيحة المدربين أعطي اللاعب اللي يبي وشوفه كبداية خليه أصبر علي بعدين شوف إذا هنا يناسب مكان ثاني أنا فضل يعني أقولك بصراحة ترى اثنين وبالقادسية اثنين بالقادسية ممكن ثنين بعد فضلهم علي وهم ما يشوفون ما شفوني ماذا عرفت والله يا مشاري من كثر ما أنا رأي خلقي رحت سالمية أما الأبناء والقادسية تحت خمستعش تبيهم طبعا فهمك تبي ترد أزنة ستة صفر ممكن قول ثلاثة أنا وقتها فهني تبي تأثبت لنا أنا أنا كنت عندكم أبلعب كمهاجم عرفت تلعبني باك سبحان الله ما لا يقسم لكن يبقى فواز خدم من نهاية القادسية وقدم لهم الكثير إنجازات القادسية ما في شك كانت صراحة على أيامه كانت ويا الشيخ طرال كانت مميزة صحيح وأتمنى للتوفيق يعني أخ عزيز أبو عبدالعزني حق مرحلة منتخب برشلونة غرمبيات برشلونة أجمل 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 فترة في حياتي كان لك دور كبير في التصفيات معي طبعا ربعك واللاعبين والله شوف مؤانة الفريق كله حتى الاحتياط والأساسي كان فريق على قلب واحد صحيح كان عندهم هدف الوصول إلى برشلونة مرحلتين مرحلة الأولى أنت رايح لنا خمس فرق يطلع منهم اثنين تروح بالدولة لتصفيات الأولى يقول لك ترى فريق واحد ومن ضمنهم انتخب سوريا انتخب عمان قالوا فريقين ولبنان فرق قوية ومتقول والله فريق فرق سهلة صحيح يعني التصفيات ما راح تكون سهلة يعني من الصعب انك تتجاوز صراحة لما يقول لك كنا اثنين ممكن لكن لما قالوا واحد صراحة كانت صدمة بالنسبة لنا لكن والله الحمد تجاوز المرحلة الأولى يعني بعطاء لاعبين جهاز فني إداري لاعبين إعلاميين حتى يعني كانت كل شيء كان على مستوتي بالصراحة ويوسف كان فترة هذه كان كل الدعم للفريق المنتخب الأولمبي كان رئيس المنتخب الويد شيخ أحمد اليوسف ما كان مخليل علينا شيء الله أملك الحمد معسكر يعني مرتاحي مباريات مميزة لعبنا حتى لما رحنا للتصويرات كانوا أياما بعد الشيخ أحمد الفائح كان في لنا تجاوزنا المرحلة الأولى المرحلة الثانية طبعا لما تذكر الطريق إلى برشلونة مثل ما يقولون أبد أن تذكر جميع اللعبين اللي موجودين نجوم يعني صراحة حتى الحراس فلاح دبشة على خاد الفضل فلاح بنيان يعني أنا أذكر يعني أذكر لعبين مميزين صلباشة نواف جابر مشعل سعيد يعني شوف أحمد ذيار وسامة حسين فواز مصور باشا فهد كمين جاسم ويدي علي مروي عبدالله وبران هذا غير الدكة الدكة تخرع يعني إحنا أقول لك ليش قلت لك أنا أحلى فترة كانت طرق الجلعة أحمد مرزوق أدمنون يعني اللعبين قدموا صراحة يعني لما تذكر الحقبة هذه كلهم كانوا نجوم صراحة مشاري يعني أنت شوفت لما يقول لك عصر ذهبي أقول لك يا بصراحة كذا كان فريق عصر ذهبي والله يعني الدليل على ذلك أنه الفريق كثيرا كلهم كانوا لعبون أساسيا بالفرق صحيح يعني ما احترام من حين لعبين منتخبوا لنبي ما يلعبون ما يلعب نادية تخيل هناك وقتها سبحان الله اللعبين كلهم هما أساسين هما أساس الفرق نجوم نجوم في فرقهم مجرد لاعب يعني شو كنا في الأولمبي وأساسين بالأندية يعني وركائز أساسية بالفريق محمد خذوا معكم محمد وخي خذوا معكم دايركت برشلونة ما لعب التصفيات أذكره محمد كان يانا لعب النهايات على طول دايركت لما صعدته خذوا على طول بالتشكيل النهاية عملت الأولمبي بس ما شارك معكم ترب التصفيات محمد أذكره ويانا محمد محمد لعب كبير يعني وجاسم والله ونعمل يعني الناس اللي كانوا من الهاديين اللعب مميز محمد كافي لعب الغادسية وأساسي يعني عرفت لكن أنا أقول لك يعني من الناس شالي صار معكم بعبد العيد من الأولمبي الأولمبيات ترى تبقى الصراحة نحن كمشاهدين كالنظار توقعنا ما أقول لك تأخذوا الأولمبيات بس توقعنا على الأقل تتجاوزون تبقى بالنهايات بالنهايات تتجاوزون على الأقل المجموعة كان معكم أعتقد إيطاليا وأمريكا وبولندا وبولندا شوف أول مباراة لعبناها مع بولندا خسرنا 2-0 لعبنا قدمنا مستوى ترى بولندا لعبنا هاي مع أسبانيا أسبانيا أخذ أول بطولة المدائي الذهبية بولندا الثاني طرع من مجموعتنا مفريق سهل إي يعني لعب وياننا طرع بشق الأنفس فاز علينا 2-0 لكن إحنا جهتنا فراس يعني مفروض إحنا نقوّل لكن مالله قسم بس أدينا مبارات زينا اللعبة الثانية كانت أمام المنتخب الأمريكي سجلت فيها أبو عبد العزيز إي أول شرط إحنا فايزين 1-0 طرعنا الشرط الأول 1-0 شرط الثاني سبحان الله انقلبت المبارات انقلبت المبارات ترى أنا وجهة نظري كانت الياغة البدنية هي اللي طغت على فرقت إي مع المنتخب الأمريكي يعني ما كانوا تميزون عنا بشي فنيا وتكنيك ومارة ما يمع إي يعني كنا مقدمين مستوى زين في الشرط الأول وكنا فايزين 1-0 ومثل ما توضلت هذا الهدف الوحيد اللي سجلنا يعني في مبارات أمريكا سجل علينا ثلاثة هداف واحد والآخر مثل ما يقولون وفاجأونا الصراحة لكن سبحان الله ذكرة الخدم إيطاليا شنو صار فيها أبو عبد العزيز مبارات الأخيرة شوف أنا في مبارات إيطاليا أنا كبت الفريق يعني شوف سبحان الله كان فهد كميل بالتصفيات صح هو كبت الفريق صح لما رحنا للأولمبياد فهد ما لعب كان احتياط صرت أنا وجاس هو يدي ووقتها كان منصور الأقدمية لحق منصور باشا فمنصور لعب المبارات الأولى ولعب المبارات الثانية أمام أمريكا انكسر خشب فالمبارات الثالثة ما لعبها ضد إيطاليا فأنا خذت شارة الكبتل يعني سبحان الله التصفيات وبداية الأولمبياد ما كنت أفكر أن يصير أنا كبتل فريق لكن سبحان الله شرفت أن يصير في هذه المبارات كبتل فريق أمام منتخب إيطالي أولمبياد برشلونة وقدمنا مستوى حتى مبارات إيطاليا لكن المنتخب الإيطالي كان فارق بالنسبة لنا فريق مميز كان عادة نريد أن نشيد في الكابتن جابر نصار الإعلامي الإعلامي كان مرافق معنا دائما نبو نصار من الناس اللي يعني يعطي دافع لللاعبين تنشي سهوي حتى في المباريات التجربية يروح المدرب الفريق يسأل مدرب الفريق الخصم يسأله من هو أعجبك من منتخب الكويت منتخب الكويت يقول له مثلا رغم تسعة رغم سبعة رغم شيرين رغم ستة رغم تحفيزي وهذا يعني الحين ما حد يسويه الحين يمكن انتغذك ما يقر لكن منصار من الإعلاميين اللي كان داعم للمنتخب العلمبي لللاعبين اللي كنا احنا متواجدين حتى في هذه المبارات سأل مدرب للمنتخب الإيطالي وهو أشوف يا تاردلي يا كابريني اللي لعبوا كان مدرب منتخب إيطاليا لاعب كاس عالم 82 يا تاردلي تاردلي لي مهاجم أعتقد اللي هو قول لا 14 وأربعة أنا أضيع بينهم تاردلي 14 واحد منهم وهو كان مدرب منتخب الإيطالي لمسألة والله أنا قاعد أدورها سئلة قال لماذا معجبك من اللعبين منتخب الكويت قال المهاجم القصير عني تسع قال المهاجم القصير يعني أذكرها بس أنا للأسف يعني يمكن ما أدري وين هذه التصريح التصريح لكن يبقى نجم كبير يقول عنك يعني يعجب فيك وشوف كان مستوى الحمد لله والأمانة كان منتخبي وكملته مع بعض على المتخب الأول أكيد نية حق أبو عبد العزيز الفترة اللي صارت فيها احترافك في نادي الأهل السعودي أعتقد موسم 94 أبو عبد العزيز 94 95 أي أي ش تذكر لنا من هذه المرحلة أذكر هي واحد شغلات أي تفاصيل بداية شون فاوضوكم شوف أنا أكد هالي كانت عقوب كاسد خليج خليج 12 كان بالإمارات 94 صحيح أنا مؤيد شاب خليج مؤيد شاب و خليفة الغانم دقوا علي قالوا لي في قالوا علي تطلع تلعب بالسعودية كانت ضعيك شون في ناس يعني يدقين على يبون تلعب في نادي الهري كان معترف السعودي السعودية قال يا الله تشعر زي ناوني هذا الواحد قال خلاص نرتب لك ونخلي تواصل العمير يدك عليك يتواصلون معكم سبحان الله طبعا العمير صديق لعبد الرحمن الغانم أخو خليفة عبد الرحمن الغانم مال بالرياضة مال بالرياضة ولا أعرف واحد اسمه علي مروي أصلا زيد فجأة قال خليفة تعرف أحس علي مروي قال دق علي السعودية يبون يلعب إياه حكم علاقته يعني قال علي رفيجي أنا كلم سبحان الله كلمني هم ويد شق المهم يكلمون ربطاني ويا الشيخ الأمير نواف من نواف من تركي رئيس نادي عضو شرف من نادي الأهل ناكل فأكلمني وطلب مني هاش رايك تجي تلعب بالأهلي واناك شرف كبير اني ألعب بالأهلي والدولة سعودية عرفت قلت لا أوكي ما عندي مشكلة أنا بس عندي شرطة هنا أنا لازم أخذ موافقات يعني تروح تفاوض ولا شي ما تأخذ موافقات مسبغة ما لها فايد قلت أول شي تأخذون موافقات الاتحاد من الشيخ أحمد الفهد ومر رئيس النادي الشيخ خالد اليوسف إذا وافق أنا أروح ما عندي مشكلة فقال خلاص عندنا الموضوع تواصلوا يا شيخ أحمد الفهد قال ما عندي مانع شيخ خالد الحين شو أنا أقول له منافس شو أنا أقول له قال الأمير نوافق قال علي خلني أنا أكلم شيخ خالد قلت خلاص أنا أرتب أطني رغم أطيت رغم قال لي متأف ضل قلت له أنا دش التمرين بصباح يكون بالتمرين كل موجود إذا كان بالنادي أعطيه أقول الكلمة سبحان الله يوم أنا داش النادي بصباح تواصفت الله يرحمه الله يرحمه كان أدقى على الأمير قلت لها طويل عمر ترى شيخ خالد تو داش النادي موجود دشيت التمرين عرفت وعيني على عينك بره أجب بصباح داش ممكن بعدها بعشر دقائق ربع ساعة ما قلت كلب بالتلفون ربع قلت تمرن شنك مددين عيني على الكرة وعيني على بصباح الله يرحمه نزيل رن التلفون شعل التلفون بصباح كل نصة قام تكلم وقام يشتر حوالي الملعب زي أنت شكرا تساوي بالتمرين كابتن والشكلك ما تدري عن التمرين ماذا ما شبت عيني على الكرة وعيني على الناعب أنا وقتا شدي الموضوع سبحان الله خلص قلني ناديني قال يا عيني تعال تعال ومالله روح له شكرا نكشة أخبار قال ناديني ناديني يدقين يا بونك ومالشنو قلت والله هذي مني يا بصباح وكذي تعال قلت أنت ضاهم رتبه وياهم قلت أو الله قلت أو الله بصباح يعني الواحد سبحان الله يتمنى أنه يعني يجرب تجربة وكأول أهتراف وناجب أبو الأهلي ودوي سعودي نعم كنت تطلع تتمثل الكويت وشدي حلو أعتقد أول محترف أول محترف كويتي رغمنا في ناس يحاولون يعني فترة الغزو في لاعبين لعبوا هناك برى الكويت لا هذا يختلف فوق ثاني أي كل اللاعبين لعبوا فترة الغزو اللي كانوا بره أغلبهم اللعبوا كل اللي كانوا موجودين بره لعبين العربي رعبين السرمية قطار العربي والعربي هذه الظروف تختلف يعني سبحان الله لما ردينا في الاتحاد في دولة في نادي في كتاب في عقد يعني موقع بين الرسالة الاندية في اللاعب في عقد مقدم يختلف الموضوع بعض تعزيز ايه فعرفت اقوي صار كبتل عدل عباس فرجل أهيب يعني واستمرت والله الحمد يعني بشار جاسن بدر حجي بس والله الحمد يعني كخطوة أولى الحمد لله كأول لاعب محترف تاريخ هذا سجل شوف مشكلة يعني التاريخ ما حد يلعب فيه وقلك ياه يعني اي لاعب لابد انه يدافع عن تاريخه اكيد اي يعني لما الناس تسألني وتقول يعني فيه أحد قبلك أقول لا استحاله لأن لأن أنا رسمي أنا رسمي في دولة لما تقول لاعب يلعب بالغزو محتراف حتى لو كانوا يعطونك مبالغ الفكرة كانت مختلفة أبو عبد العزيز اي يعني مختلفة فأنا الحمد لله كان في اتحاض في دولة في نادي في عقود في مفاوضات مو أحد يجيك يقول تعال لعب ويان رفت كانت ظروف مختلفة وكان في تعامل مختلف مع الكواتيين في ذاك الوقت فالحمد الله تسجل تاريخيا أول لاعب محترف علي ملوي صحيح فأ يعني هذا شيء أسعدني طبعا أن يكون فالفترة لكن بعدها يعني بصباح ما قصر ما قلت لك يعني فالفترة هذي قلت لك أنا مستحيل أنه في أي رئيس اتحاد رح أي رئيس نادي يرضى أن لاعب يطلع وهم ونافس لكن وافق ورحت ونادي الاهلي طلبوني ألعب مبارات عجزان محمد عبد الجواد عشان يشوفني المدرب الجمهور يشوفني رحت ودعوة أنا ويا الشيخ خالد الله يرحمه ويا الشباب دعم ويا خليفة وغانم بحمود هما رحوا للفندق أنا وخليفة رحنا ينادي للأهلي في المطار ينادي الأهلي ومن نادي الأهلي ليه ملعب المباراة على طول جاري يوم هنا يمساعتين أغسم بالله حتى في الطيارة ما نمت من التفكير ها تشيت الملعب أنا وخليفة جمهور جمهور عرق ومدشينا ورحنا غرفة رايح ومتشتاشة خطر وعقال وجنطة هذا الشيء نغرفة الملابس مسكني أبو حمود الله يزا خير قال لي ترى هذه مباراة عمرك وترى جاي بينك عشان يشوفونك شدح لك صراحة وهذا ضغط ايه أعطاني دافع يعني صدكم تفكر أن الناس تشوفني ضد منه ضد منتخب نيجيريا وجاي من بطولة الغارات من الرياض وانت مهاجم بوكس كبير ايه التحامات واللاعبين اللي موجودين في منهم لعبين كانوا بطلين ام عرفت مو كلهم كانوا يعني يلعبون بالفترة وهذا يضرك مايفيدك ايه سبحان الله عبنة قول وقول جيتني فرصة كان قول ايه ولعبت يعني انت عشت صراحة جيتني كرة ثانية جدام خط الستة على صدري ودبل كيك خلاص بس ايه نشوة لشيت لجوار ايه نشوة وبعد جمهور الاهلي سبحان الله حتى بين الشوطين صارت تكريم يعني مساعد مدرب المنتخب النيجيري قال لي انت ليش مو ياهم في البطولة القارات يعني ما شفناك كنت لانا مو سعودي دولة دانية زين قال لي انت لعب زين شكرا شكرا عرفت يعني قاعد يمدحني هني الله يرحم صاحب السلام لكي الامير محمد عبدالله الفيصل كان هو رعي المبارات والشيخ خالد كان عنده زين يوم شاف ولدها الله يرحم الله انا اقول هذه الكلمة الشهيرة تاني يقول الامير عبدالله قال لي اما انت ابن صباح مرخص علي ولدنا خلاص خلاص يتم سبحان الله من باتر وقعنا العرض بيني وبين ناضي الاهل السعودي فضل ابن صباح وحنكت ودارت للمفاوضات خدت اللعب حتى في التعاقد كان ذكي في التعاقد اي نعم وهذه هم بعد وعلي تحسب لك كبداية كفتح باب للاعبين محترفين اي يوم من وراك فتحت باب حق المحترفين الكواتيين يطلعون بعدها اكيد وجودة يعني على قواتهم صارت كأنها تسويق لجودة اللعب الكواتي اكيد بعدين الظروف اللي حوالي ما كانت زينة كفريق اي دارة وفريق كان فيه اشكالية صحيح ابو عبد العزيز حين بي وطبعا ضروري مع انها فترة بسيطة مو فترة بسيطة هي مباراة لكن فيها اكشن كبير يعني كانت نهائي اللي هو الضفار العماني والقول الشهير هذا فضل بعد هذي وقت هنب صباح دقي عليه قال تعال للمكتب قال لي نادي الضفار العماني يبك تلعب وياه في المباراة النهائية أمام النصر فقط بس النهائي فقط أنا يا مشاري ترى كنت نتعور وقتها وكنت في مرحلة اعداد وتوني داش مع الفريق كان عندي تمزق في العضلة الخلفية وسبحان الله قال لي سبحان الله قلت ها والله هذه لها فرصة راحت يعني لعب نهائي وشيدي عرفت يقدم مستوى وشيدي يمكن الله يرزقني فيها كان يقول لي ترى بس ما فيها مقابل مقابل يعني كنت ما عندي مشكلة اروح لها ومبارات واحد اي كنت ما عندي مشكلة اروح لها قال خلاص وعطاهم الموافقة ورحت رحت يومين قبل المبارات ظهر وصلت الظهر لأ تمرنت العصر المغارب كذلك ومن باتر تمرنت مع الفريق داش أنا مع عسكر طبعا نو اليوم ولعبنا المبارات سجل وقل علينا طي خلقي لكن والله الحمد يمكن الشرط الثاني وبعد الشرط الأول واحد صفر الشرط الثاني أول دقائق يكتدي هان الضابط سجل التعادم عبنا لما انتهت الامبارات لعبنا الإضافي الشرط الأول صار الفاول دقيقة تقريبا 11 11 11 أتوقع رغم أني قبل المبارات بيومهم واليوم اللي قبله كان فيه فاولات لعبين يشوتونهم ما رحتان أشوت ولا طلبتني أشوت ولا نادوني لكن سبحان الله يوم صار الفاول أنا قلت أريد أن أشوت قلت حق الله عبد القادر عبد القادر عبد القادر هو المتخصص أن يشوت عبد القادر سالم فأنا خذيت القران خذيتها وهو يبي يشوت كابتن أشوت كابتن أشوت والله يمكن قال لي خمس مرات آخر شيء آخر آخر شيء قلت لها خذيتها دعنا نشوف الحيطة وأعطيك خط ليه خامسة وهو متحمس يبي يشوت يوم قال لي خامس مرة هان الضابط ممكن ثاني ثاني مرة وكان يقول عبد القادر خذ علي يشوت يعني صرخ كان واقف مع الحيطة قال عبد القادر خذ علي يشوت أنا أشوت فيه بلياش تخاله ايه ايه شايت شايت اقول لها قلت لها يوم قال لي خامس مرة قال لي علي كابتن أشوت قلت لها أنا اللي بيشوت سكر موضح ايه خلاص خلاص قررت ازينا اموهم اترحط الله وفقني فيها القول هذا الحمد لله حقق ند الكاس 90 90 طقت العرلة هدف ذهبي بطولة سلطان قابوس وفي صغط التشيرت ايه 99 كاس القرن صحيح اه انت المحترف جاي للمبارات وحدة تحقق البطولة لهم كانت يعني مباراة مميزة والحمد لله توفيق مرب العالمين تصدق مشاهلي قبل المبارات كان مدربنا رشيد جابر احنا لعبنا من نفس الملعب اللي لعبنا فيه كاس الخليج 96 96 ما قولت ولا قول أنا كاس الخليج لعبت ثلاث مباريات قول لو حتقد ملعب بالسلطان قابوس نفسك لا ولا اسم ثاني اي لا اسم بس هو ملعب وحيد كان معروف نفس الملعب والله رحت حق نصف الملعب على نقطة كان قط الجنطة يم يمي قلت لك كابتن رشيد قلت أنا هني 96 قبل ثلاث سنين ما سجلت ولا قول في هذا الملعب لكن سبحان الله عندي إحساس أن يوم أن الله بيوفقني سبحان الله والحمد لله الله رزقني أني أسجل هدف الذهبي وهدف ذهبي 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 ما فيها يعني ذهبي وكاس والحمد لله أني تشرفت أني لعبت في هذه المبارات ومثلت نادي ضفار وحققت لهم الدوري الكاس أني بصمو حلوة صحيح نيب عبدالعزيز حق مرحلة المنتخب وراح تجاوز أنا فترة وراح هي حق مرحلة لوبونافسكي خصوصا كان يلعب تكتيك كان يديد على أني بذاك الوقت صحيح وعلى جيلكم أربعة خمسة واحد اللي لعب مهاجم واحد وهذا الواحد هو علي مرون تكلمني عن المرحلة شوف طبعا لا شك أن لوبونافسكي من أعظم المدربين اللي دربوني في العالم في العالم يعني هجم صراحة في فترة من الفترات مدرب عالمي مدرب ما يشتغلك حق كم شهر مدرب قاعد ينظر البعيد خطة اي كان عنده المنتخب الأولمبي والعنده المنتخب الأول ستاف كامل اي وكان عنده عدد كبير واللاعبين كان يطلن زوني صراحة يقولك ياها شون عنده ندرب لعب خمسين لاعب عطى فرصة كل سبوعين سبوع لعب لاعب ودية والمبارات على طول ويأخذ من الدورة تشكيلات مختلفة اي ويأخذ من الدورة ويأخذ 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 أن التعب والتأسيس كان من الوبروفيسكي ما تشاء الله ما رح نهضم حقه لكن نقول بالغالب جنة ثامرة ويأخذ زبدة ويأخذ وبعدين في نقطة شعرين الوبروفيسكي لما كان يحط الخطة والتشكيل والطريقة احنا نقول انا قاعد اقول هذا مدر داهية يعني لاني قاعد اشوف النتائج اللي قاعد يعني يسويها وشنو مدى ارتفاع اللياقة البدنية وشنو كان يتعامل وياننا صحيح بس احنا نعبين هوات ما ينفع وياننا انتو تحتاجون وقت على ما تتاقل ايه يبيننا وقت على ما ناخذ عليه صحيح هذا ما يعمل هذا لازم لعب محترف اكيد عرفت انه يمشي مع السيستم هذا هو يعني نظرتها بعيدة يعني مو لكن سبحان الله ممكن نين الحين في الفرق اللي قاعد تلعب الحين حين 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 كانت لعب على طريقته بدأوا يطبقون التكتيك مالا تكتيك يعني بعد فترات وين سنين شفنا اربعة اثنين ثلاثة واحد الحين اغلب المداربين طبقون التكتيك اربعة ثلاثة واحد واحد عرفت يعني شفت الفكر مالا قلت من اربعة تسعين يطبق الخطة هذه صحيح الحين قاعد يقولون بالوقت اللي كان الاغلب ينتخده انتخده وش قاعد يقل كويت ما يلعب هالطريقة بعدين مدرب يحتاج لعبين يعني يعطون دخل ما يظلم احد ما يلعب على اللي يعطي اللي يقدم بالتمارين هو اللي لعبه صحيح ايه كان مدرب بصراحة سابق عصره اكيد نية حق ابو عبدالعزيز مرحلات ما تشالله ايه صار فيها فيها شوية ايه بهارات وخلافات ما تشالله ما ادري ما ادري فجأة يعني تغير رغم انه كان يعني كان زين وياه عرفت السبحان الله من لعبة الامارات يمكن فرصة ضيعت فرصانة لا والله اقولك صراحة كرهني من فرصة كاسل خليج خليج 13 96 اللي بعد المباراة خسارنا فيها مع الامارات كنا فائزين واحد صفة ضيعت فرصة ورا المباراة تكتني مدرج 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 ما تقول والله ليش ما سوخة جاية كل فرصة ضاعت بس سبحان الله ما ادري ليش كأنه تحس انه كان ما اخذ غرار وينطر على قوتل ينطر الفرصة لا واقولها بعد من من الادارة من هذا ما ادري يعني واستبعت من منتخب بوقتها المردين الكويت استبعت ليش ما اكو ما اكو لكن ما ادري منه كان في قرار كان موجود اي يعني مدرب انت انت كونك مدرب ما اخذ مجموعة وتاخذ بها بطولة ما تغير صح لكن سبحان الله هو تشارنا كنا اربع خمس لعبين شامنا وانا منهم رغمنا والله يا مشاري المردين بالمعسكر قال انا بالجدول عندي تقييم قال افضل واحد يعني مرود رغم واحد والله كأداء وقال لك سبحان الله ما الله وفقني ما قولت ايه والتقييم انت لاعب عارفه بسي في معين ايه عارف السي في ما لا تيت قيمة على المبارات وحدة مو منطق كل شي يعني ايه بعدها هذا يعطيك سبحان الله تحس انك ان الموضوع كان ايه القرار متخدينه من قبل المبارات ايه والله ترى بعدها بسبوع ناداني قال لي ابيك ترد المنتخب ايه قلت له ما اكثر شكرا ايه لا رحت سويت عملية ايه حق قريلي عند الدكتور الله يرحمه محمد سالم ايه ايه هني يوم ضموا جاسم وهيدي وراحوا كاساسية وسبحان الله توفق جاسم صحيح والحمد الله ردوا بعدين وهذا وخذوني منتخب لما صرت هداف الدوري مرة ثانية هذا كان تحدي يعني بأني وبأني يعني اني لازم ارد المنتخب كنت هداف الدوري وهذا فاخذوني صحيح بس ما عطاني الفرصة رحت كاس العرب قالت هذي اخر بطولة لي اللي في قطر ايه ايه كنت هداف العرب فخذاني مثل ما تقول خلنا سكت العلام والجمهور على غلوياتنا بعد البطولة كان شيء للي ما خذاني كاس خليج 14 رفض اهني خلاص هذه كانت اخر مشاركة لي هذي للأسف هذي السياسة عايزي يتبعونها بعض المدربين بنحط لك الحين نكس الروتيني شوية مجموعة من الهداف ايه او نحط ضوب الغادسية يا حلو شوفوا غادسية لما تقول عن غادسية ولا العربي غير ايه غير يا باب عرفت اهم الغادسية اهم الغادسية عشان لا تقول امو حايد ايه ايه امو حايد امو حايد امو 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 عادل محمود فاتح ومجنحنا حتشوه لعادل عادل طالع لعلي سيب العمان اعتقد ايه سيب امو يا ولد وفي قول قائك عالمي صراحة هذا طبعا هذا مو التصعيق كبير خالد الحربان هذا عبيد الشمري ووحده بالشمال يا كفتن احنا بحسن وصبح ايه اول خمس دقائق ايه اول مبارات اول مبارات بكاس الخليج اللي اشارك فيها اول خمس دقائق تقول فرحة لا لا هذا الهدف بالذات بو عبد العزيز يعني يعطيك الهيحاء انه شنو التوافق وشنو التوقيت وشنو التنفيذ بالتزديد الحمد لله الحمد لله توفت فقول صراحة كبير منها اذكر كانت مبارات الامارات صح اول مبارات ايه كم انتهت الامبارات اتنين صف انت الاول وابران اللي خداها بصدر صحيح اتنين صف انزين بو عبد العزيز نية حق لاعب بو عبد العزيز يفهمك بالملعب سواء مع النادي أو منتخب هذا اللاعب يدري علي مروي شنو يبي بالمبارات شوف انا الثلاث ثلاث لعبين كانوا هم اللي يعني اللي أنا استانس لعبوا اياهم بالنادي طبعا ولي دبريتي فنون عرفت فاهمني وعارف ني ويعني ويحرجني ان يلعب الكرة قول عرفت وبالمنتخب عبيد شمري وابران لكن عبيد الاكثر تأثيرا علي يعني اكثر قوالة يتشوفها الحين اكثر عبيد عرفت يعني عبيد يعني يعني من لعبين مميزين دائما رافع راسه اركض عرفت ووصل لك انا انت ضميرك يعني الحمدلله تشوف يعني بالمنتخب عبيد اكثر عقوال شنة كان يدورك خذها شوي ويلتفت وحتى بالتصويرات كهس العالم كان صنع لي كذا قول يعني عرفت يعني صنعين العاب نجوم نجوم اللي كان ملاك ما تعونك ها اكي الحمدلله ابو عبد العزيز نبي بوجهة نظرك طبعا هي قناعتك ابيك تعطيني بالترتيب افضل ثلاث لاعبين بتاريخ الكرة الكوتية واحد اثنين ثلاثة لا شوف والله يا مشاري انا دائما اقولك يا ابك الصراحة حتى اتابع بتويتر ما احب المقارنات ولا احب افضل احد على احد ما تميل حق النظرية هذه لازم اعطي كل واحد حق كل واحد حق كل واحد حق يعني انا صحيح احب جاسمي عقوب مثلي اعلى من صغري لكن اذا تقول على الملك كيف يصدخي ما يحتاج ملك ما هو بعيد عن جاسمي عقوب تفاصيل بسيطة لما تقول فتحي كميد لما تقول عبد العزي العنبري يعني في الهجوم في هذه الفترة هذه صحيح يعني اروح وراها لما يقول يوسف سويد مثلا شنو فنان شنو يعني شنو اللاعبين هذي اللي يعني قدموا الكرة الكويتية صحيح يعني انت يدت تكلم عن نجومية اللاعبين مؤيد الحداد صلاح الحساوي انا بتكلم بس عن الجزء خليك من الدفاع وحراس اي لا لا خلط الامام بتكلم ورا بيقول لك الطرابلسي وساميل سعيد وخالد شمري حسين شيمي فلح دبشة احمد جاسم خالد فضلي عرفت هذا بالنسبة انا بقول لك شنو ما قدر اغارم بينهم صحيح كلهم قدموا الكرة الكويتية شيء كثير الواحد لا حق بتح ايه محبوب نعيم سعد وحمود فليطح جمال يعقوب الله يرحم عرفت عبدالله معيوف البن نص سعد الحوطي ناصر الغانم عزيز حسن عرفت عبدالله بلوشي يعني شنو تقول عزيز الهاجري يعني شنو تتكلم عن اللاعبين لا تقارنون لا تقارنون هذي طالما قدموا الكرة لازم تتكلم عنهم بشكل عام اي يعني لازم تعطيهم حقهم ما تصنف لا ما احب انا شخصية اشوفها ترى اتابع حتى بتويتر والله حطوا لي ثلاثة ترتيب تصير في تصنيفات اي والله حطوا لي مثلا منافسة بين فلان 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 جماعة حرام يعني انت تحس ان فيها ظلم حق لاعبي ما رح تقدر تذكر اي لما يقول مثلا يعطوني مثلا بالليجوم اذا ما ذكرت الاربعة من العصر الذهبي هذي الخمسة فيها ظلم حرام ام اه والله جاسم يعقوب انا احب جاسم حالو انت جاسم بساعة قلت ترى اي وترى زلالساني قلت هذا رغم واحد اي بالخليج ما فيها ما فيها خلصية صح بس لما تكلم عن فيصل الدخيل شنو ملك الكرة الكويتية صحي ولاعب مثل الكويت مع نجوم العالم اي كاس العالم شنو لما تقول انت الملك فيصل الدخيل تابع مكانيات تهديف مهارات يمين شمال يمين شمال صانع كل شي اي دخيل عندي دخيل فتحي العنبري جاسم يعقوب هذا النجوم الشرس هذا لازم الواحد تتكلم عنه واذا تكلمت عن هذين لازم تتكلم عنه ترجحك اللي وراهم اللي وراهم يعني منهم اللي كانوا وراهم عرفت يعني مثلا حين بتكلم عن اللاعب مثلا كان من اللاعبين المميزين مميزين مميزين محمد شئيب ما تجيب طريقة محمد شئيب كثير طبعا ما رأى ممكن مملحقين اي او انما شافوا والناس تتكلم عن عبد الرحمن الدولة يعني ناس قدمت ناس يعني لها بصمة تاريخ رياضي يعني حرام انك دايما تفضل واحد على الارف انت انت كفيت ووفيت وذكرت مجموعة نجوم وهذا الأمانة حق وانت الله يجزاك خير كفيت ووفيت فيه وذكرت مجموعة نجوم بمراحل مختلفة يا ابو يوسف لأن انا احب احب لما اجي الحين مثلا حسن مثلا ما يصير انا قارن حقبة الاسر الذهبي بلاعبين في الفترة هذه ما يصير ما يصير او الفترتنا مثلا ما يصير عطها ذي لحكم عطها ذي لحكم عطها ذي لحكم حينما تتكلم عن بدل المطوع مدرس طورة ناساطين كرة القادمة بالكويت استمراريتها نجوميتها اللي قدمها للنادقاتسية المنتخبة يبقى بدل المطوع بدل يعني عرفت ما قارنة بأحد ثاني لا خلاص اذكر لازم اذكر يعني نجومية بدل ابي اذكر نجومية بشار ابي اذكر نجومية جاسم ويدي ابي اذكر نجومية يعني فهمت قصدي يعني لا تقارنون ولما تذكر نجومية مثلا بدل مو معناته تقليل من سين من اللاعب يعني معناه انا اقول لك شيء مثل ما قدم شخص الثاني قدم يا اخي كافي ان ارتد الفنينة الزرقة صحيح وقدم يعني مستويات مميزة اتقارن دعني اعطيك الواحد حقه صحيح انا هذه وجهة ناظري ووالله انا بعد اتفق معك كثير من الامور اللي كنت عن ابي عبد العزيز ني بو عبد العزيز حق مرحلة بعد احتزالك في فترة طبعا طويلة يعني تم تكليفك في مجلس ادارة الهيئة اعتقد نائب الرئيس اللي هو 2018 اواخر 2018 لا شوف انا اداريا عشان الناس تعرف شون مشيت اداريا تدرجت قبل لا توصل حق المنصب انا مسكت اول شيء مدير فريق الاول بنادي السالمية 2008 يمكن اول 2009 موسم حلو حلو بعدها مسكت في مسكت في عضو في مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الشباب والرياضة صحيح 2013 عضو رفض سنتين مدة سنتين من 13 الى 15 في صلو الهيئة العامة للشباب والرياضة صحيح انتهت مراسيمنا صحيح بعدها مسكت في لجنة تسوية اللي وضعها الاتحاد الدولي مع الاتحاد الآسيوي حق اتحاد الغدم هذه كان فيها لها مهام ثلاث ثلاث مهام إدارة الاتحاد وضع النظام الأساسي الاتحاد دعوة الانتخابات عرفت؟ اعتقد ان هذه بس الواحد يتمنى ان يكون مثل ما كنت أنا وقتها كنت اتمنى ان يصير عضو جاءت الفرصة هذه تم اختياري الحمد لله من ضمن كان عشرين شخص قابلوا عشرين شخص صحيح عشان يختارهم الخمسة والحمد لله كنت من ضمن الخمسة مدة ثلاث شهر قدمنا لمطلوبنا مثل ما قلت لك إدارة الفترة هذه ثلاث شهر صحيح وضع النظام الأساسي دعوة الانتخابات خلصنا 2018 من شهر اثنين لشهر خمسة بعدها شهر تسعة تم تعيني نائب مدير عام في الهيئة العامة للرياضة شهر تسعة 2018 نعم مرسوم أميري نائب مدير عام في الهيئة العامة للرياضة صحيح وبقرار من الوزير تم تكليفي اني امسك قطاع المالية والادارية في هذه الفترة والحمد لله من 2018 إلى 22 الفترة كاملة 4 سنين شنو تذكر ابو عبد العزيز اذا مرحلتك اللي كنت بالهيئة اذا فيه امور مثلا سببية او امور ايجابية شوف عشان الناس عشان يكون واضح يعني زهر الله خير الدكتور رحمود في الهيطح كان هو مدير الهيئة كان معطي كل واحد اختصاصاته وانا اختصاصي المالي والاداري المالي يتعلق في امور الصرف الاندية الاندية او الاتحادات او اي دفعات للشركات او يعني تعاملت مع الاخوان اللي موجودين بتفعني وبتعاون الحمد لله ما كان بيننا يعني اقولك ياها بصراحة يعني كنا نحاول نيسر الامور حق الاندية كل الاتحادات انا اقولك ياها انا شخصي انا اتكلم عن عملي مصطرتي كانت واحدة ما فضلت نادي على نادي ولا اتحاد على اتحاد واللي يابونا بيسر مثل ما يقولون واللي يجيني متأخر احاول اساعده بقدر المستطاع والله الحمد لما كنت وجود في الهيئة كانت على الاندية والاتحادات عهد يمكن 13 مليون تقريبا اي نزلت العهد هذي ليه ثلاثة مليون تقريبا يعني عمل جبارة يعني 10 مليون او 11 مليون صحيح تم يعني معالجة الامور هذي الحمد لله اموري كانت يعني انا راضي عن ادائي في الهيئة العاملة الرياضة اللي قدمتها كوكيل للمالية والادارية والحمد لله الموظفين كانوا عاملهم عملت اخوان والحمد لله انه يعني ألقى الثناء منهم منهم ومن غيرهم سواء حتى من الاندية والاتحادات صحيح هذا فضل من رب العالمين بعد ما طلعت والناس تشكر كانت نقول مرحلة الغالب عليها الإيجابية الحمد لله انا 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 راضي كل الرضا عن ادائي في الهيئة والحمد لله اني ما قصرت احد بالمتاح مثل ما يقولون اكيد انا انتم مغيدين بالتانيات اللي عندكم وتعاملت مع مثل ما قلت لك الاندية والاتحادات كلهم مصدرة واحدة ما فضلت احد وكل اني اخذ حقك طالما حقك انا دايما نقول اذا في شي خلي يمشي اذا 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 في شي يعني في عندي مثلا اتحادات يجون مثلا يقول لك والله انا عندي مثلا البطولة هذه لازم استعجل فيها رغم ان التأخير يمكن يكون منه انا حاول اسأل اني اخلص الاجراء باسرع يعني من الروتين العادي يعني عرفت صحيح فالحمد الله حتى الموظفين كانوا متعاونين معاي وراضين يعني كافرنا الى حين متواصلين معي انت كنت الكلام كان ينقال عندك من اغلب اللاعبين صراحة وحتى المسؤولين الرياضيين والاندية الاغلب ما راح اقول لك اجماع ما في شخص على اجماع طبيعي هذه سنة الحياة لكن انت كنت تتبع سياسة الباب المفتوح طبعا شوف ان شاء يمكن الشغلة هذه انا دائما حتى اخوي علي خليل كان مدير مكتبي اين قلت لعلي لا ما بي احد يقعد بره يعني حرافت اللي يجي من بره يدش داخل على طول مكتب اي يعني لا تخلي احد يقعد الا في حالة اذا في احد يبي موضوع خاص ممكن اروح هنويان يعني حق المختصر وتكلمي يقول لي انه يبي صحيح لكن اللي يبون على طول خلي يعني اي واحد يدخل حتى الموظفين يعني عرفت الباب المفتوح كان صحيح يعني انا ما كنت احب ارد احد يعني عرفت لازم اسمع شكاويهم اسمع شنو يبون شنون اي احد عنده شيء تعال فضفض يعني قول اللي تبيه اذا قدرت اساعدك اساعدك واذا ما اقدر اكيد القانون ما يسمح لي اني اسوي اي شيء اكيد لكن عندك شيء تعال انا يقول من هالعين قبل العين اكيد عرفت والحمد لله لما طلعت مثل ما قلت لك سواء الاشيادات من الاندية والاتحادات او من الناس اللي يعني تعرفت صحيح الحمد لله كانت مميزة والحمد لله وعبد العزيز نستغل وجودك حين اخر سؤال ولازم اقول للسر انت توكي من هذه السالمية اي ترى احنا يا جماعة قاعدنا نسجل قبل براء قبل براء نهائي بيومين بيومين نستغل وجود كبت الكبير علي فرمو اي بس ما نبي تعطينا لا والله الفريق لا 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 عطنا الواقع عطنا الواقع بعد عايز نخلي القشمر على جب انت رحت حق ناديك ولاعبينك طبعا ولدك موجود عبد العزيز شنو تحس كفريق كنفسية كجاهزية والله عندهم الكثير يعني السالمية مو فريق سهل ترى اكيد يعني عنده مجموعة مميزة مدهجهم زين ادارتهم زينة البيئة مميزة بنادي السالمية صحيح يعني جهاز اداري فني لعبين مميزين تنقصهم البطولة يعني انا اتمنى يعني الاداء اللي يقدم ترى السالمية حتى خلال الدولة رغبنا الرابع الحين في مباريات تقدمها حلوة صحيح مميزة عرفت صحيح هذا الدليل على ان الفريق يملك لعبين مميزين بس تحتاجون التوفيق والبطولة انا متفائل صراحة ودي استقل الفترة القادسية هذه يعني القادسية مو القادسية يعني شوية في بس عدم استقرار الفترة المستوى عندما تتكلم القادسية قبل وقت قد اعرف ان القادسية يفوز صحيح باقول لك عادل اللي بقلبي خصوص لنا ولدي وياه عبدالعزيز لسترى انا ملاحظ كأن عبدالعيز قاية يلعب بمكان مو مكان مو مكان اي عزيز ما يلعب طرف والادوار مو ادوارة لا لا عزيز عزيز شوف يعني انا لما شفت قلت لها حتى قلت لها قلت لعبدالعزيز عاد يكلم المدر يعني يقول لها انه انا العب مهاجم اي اه يعني انت ما لعبت في المكان عرفت انت تلعب عشان انت بتلعب اكيد عرفت بس المكان مو مكانك انا لان ما اعهم احب ان اتدخل انا في الامور هذي في المدرب في جازي داري وفي رئيس نادي زال الله خير الشيخ تركي اليوسف يعني من الناس اللي صراحة يعني لا بد نشيد فيهم صراحة يعني اتمنى ان يحقق هذه البطولة الشيخ تركي كاس الامير اتمنى يعني يعني من كاس ولي العهد 2015 او 16 اتمنى ان الفترة هذي ياخذ الفريقين بعاضي عن البطولات اي صحيح قادسية لكن انا اتمنى السامنية رغم اني احب القادسية اره واي احتاج بعد والدك وناضيك اي بس ان شاء الله نشوف بارات حلوة طبعا بارات حلوة وحضور سموه سموه الامير الله حفظه الله حفظه و ان شاء الله ناس اماوية في توقع ببالك تتوقعها 90 دقيقة تنتهي تروح اوغات اضافية بلانتيات والله صعب مثل ما قلت لي ابو يوسف ترى 50-50 ما اقدر لكن ايه تفاصيل صغير ايه ايه توقعات انا ما اعرف اتوقع والله اقول كياب صراح مرة انت تخصص ملعب ايه يعني مرة تقول والله القادس يفوز تلقي السان 100 فاز تروح الى هذا يعني المعطيات 50-50 انا اتفق بس اتمنى هساني خلنا فرح وانا اتمنى الغازية اكيد ما بيشك يا حبيبي يا معدو عزيز الله يحفظك والله نمرتني في بيتك ومكانك والله يطول لعمرك يا ويز وظهورك معي في تفاصيل مع مشاري انا والله اللي سعيد صراحة في هذا اللقاء المميز ومع شخصية معي احبها اخوي الكبير واخوان وبرنامج مميز شخصيات ما شاء الله اللي قابلتم مميزين تاريخ رياضي كبير الله يحفظك وانت اضافة بالضيوف المميزين اللي معي الله يرفع قدرك وان شاء الله ان يكون ضيوف خفاف على مشاهدينك والحمد لله قاعد نتكلم في امور يعني سابقة وما كنت خايف يعني يعني اخش شيء ما عندنا شيء بأذن الله نخش وشذي لكن ان شاء الله ان احنا وفينا وكفينا هذا اللقاء المميز والله يحفظك عزيز وغالي أبو يس شكرا أبو يس شكرا